اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صحابي انا احمد شيتو. النهاردة ان شاء الله معايا شرح كده هيخلي الديسكتوب بتاعك لوح كده في حتة تانية. طبعا زي ما انتم شفتم في الخطوات بسيطة ان شاء الله الفيديو هيبقى يعني مدرس صغيرة بازن الله. بس اوعدك ان الديسكتوب عندك هيبقى شكله حاجة تانية خالص. بس كالعادة يعني لو الحلقة عجبتك واستفدت مني حاجة ما تبخلش علي بلايك. كون انت جميع زيك كده اشراك في القناة وانت مش مشتركوا. فعل زر الجرس وبدو راغي كتير. يلا بينا يا شباب. اه طب يا جماعة والبيان طول بعد الانترو كالعادة نخش على طول في وانطور الحلقة. طيب بصوا شباب انا هسيب لكم لينك فيه صندوق الوصف اللينك ده هيفتح لكم الصفحة دي على طول. او ما تخشوا على الصفحة دي هتيجوا هنا كده على كلمة ديت اضغط عليها هنا. هيدخلك هنا على الصفحة ديت. وهتنزل كده وهتحمل الملف ده اللي هو اخره اي اكس اي اضغط عليه. هو مسحته تلاتة وتلاتين ميجا بايت. انا طبعا ما حمله قبل كده بشكل مسبك عندي على الديسك توب. فانا مش هحمله تاني ما هو هيتحمل معك بشكل عادي جدا. طيب بعد ما هتحمله هينزل معنا على الديسك توب بالشكل ده كده. ده بيكليك عليه او كليك كلمين وقول له هنا. وهنسابله طبعا بشكل عادي جدا. طيب لما يقول لك هنا كده خلاص قوله هنا قوله بعد كده. هلا كده خلاص اهو بس يا جماعة البرنامج بدأ يحمل معنا او يشتغل معنا. وطبعا زي ما انتم اخدين بالكم كده يعني الاول وهلة اديني كنا اتغيرت فوق كده خالص في حاجات اتغيرت فوق اهيت. وتحت كمان اتغيرت. لسه برضو هنزبط حاجات اكتر فيها كمان دلوقتي يعني. طيب هديجي بس تقفل البرنامج كده الاول. وهديجي تفتح هنا عندك. انا هسيب لك لينك برضوك فيه صندوق الوصف. لينك ده على هو لينك مباشر على طول. هتلاقي فيه ملف مساحته احداشر ميجا بايت وشوية. هضغط عليه برضوك وتنزله وتنزله عادي جدا. انا برضوك ما حمله قبليك بشكل مسبك فانا مش هحمله. المهم لما هينزل معاك هيجي لك به الشكل ده كده. اسمه لما هتفك ضغطه هيتلا معاك الفولدر ده اللي هو اسمه تنت. هنفتح كده الفولدر مع بعض. هتلاقي كده فيه ملفات وفيه صورة. الصورة دي بس اخدها كده كنترول اكس. خدها برا عندك. يعني طلحها من الملف ده. ارميها مسلا برا هنا كده. هيبقى كده خلاص ادي الفولدر هو فاضي. فيه الملفات دي بس. هتيجي على الفولدر ده كده. وهتاخده كليك المين وتاخده قط. هتيجي بقى هتفتح عندك الامر اللي هو بتاع عن طريق انك تعمل ويندوز وار. على الكيبورد طبعا. هيجي لك دي هنا كده. هتعمل هنا كده في المية. هكذا تقول له اب اي بي بي داتا بعد كده في المية. وهتقول له كده اوكي. هيبتع لك الصفحة دي. اللي هي المسارة بتاعها فيه هنا كده اب داتا بعد كده هتلاقي هتخش اللي هو الفولدر ده يا جماعة. اللي هو اوله ده اللي هو سيلين ده. هتخش عليه هنا كده. وهتخش بعد كده على كلمة وكليك المين وهترمي الفولدر ده هنا. طبعا ده انا عملته جماعة عشان السيمات بس بتاع البرنامج وكده. ده عبارة عن سمات للبرنامج وكده. عشان بس لو انتم عايزين تعرفوا. انا بعمل اي يعني? المهم ايه في البقى ده كده خلاص? برجع افتح برنامج تاني عشان تفتحه تاني. ممكن طبعا تفتحه من الستارت من هنا. هتلاقي ليه شرطه من هنا هوت. او ممكن تلغط عليه هنا كده. هتلاقي فوق هو حاجة اسمها سيلين يو اي. اضغط عليه. هيبتح معنا البرنامج. طيب بصوا يا شباب هتيجي كده على اول حاجة اللي هي جنرالية. وهتعلم هنا اللي هو run on start up. دي عشان لما تيجي تقييد الجهاز بتاعك. انتم الستارتة مسلا تكون طبعا في الكمبيوتر وتقييد تاني. البرنامج تلقائي يشتغل الواحده معاه. ما هتنزل تحت كده وتعلم على تنت دي. وهتعلم على bubble. اللي هتندمهم هنا كده. وهتقول له بعد كده save. لو ناخد بنا بص يا جماعة الشكل فوق اتغير ازاي. والشكل كمان تحت بصوا بقى هنا بقى bubble كده. والشكل فوق بقى الايكونات ملمومة على بعضها كده يعني. المهم هتيجي بعد كده على و هتيجي هنا على اضغط عليها لكلمة دي وخليها هنا بعد كده هتنزل على اللي هو وخليها هنا بدل مية هنخليها تمنمية. ونقول له برضو دي يا جماعة عشان تحت ده ما يختفيش معنا وكده. هتيجي بعد كده تخش على دي اقفل ده. اقفل اول اختيار ده معنا. بقى نقول له هنا. هو كده رجعني الاسية اللي كنتم موجودة عندي. خلص اقفل بقى الكلام ده كله همعلم. هتيجي بقى على الصورة اللي كانت جوا الفوردة اللي احطى لعناها من الفولدر. كليك المين عليها كده. وهنقول له هنا. اخر حاجة بقى يا جماعة ازاي لو انت عايز تضيف تطبيق هنا. لو انت عايزين تطبيق طبعا تتبقى دي من الضفو اصلا لان انا فاتح تتبقى دي حالا ده برنامج تسجيل الصوت ده تسجيل الصورة والكلام ده كله. طب لو انا عندي بقى عامي شيتو برنامج تاني اصلا خاصة عايز اضيفه هنا. مسال مسلا لو فتحنا الستارت هنا عايز اضيف مسلا الواتساب هنا. فانت عندك حاجة من اتنين يا اما هتشد الواتساب وترميه هنا كده. اهو هتلاقي خاص الضف هنا هو. او ممكن مسلا تيجي على برنامج زي ايه? مسلا ده لو عايزين تضيفه تحت مسلا هتفتحه. تفتح البرنامج. وبعد ما هتفتحه هتنزله تحت كده. هتليه فدي طريقة لو انت عايز تضيف اي برنامج تاني من بره يعني. طبعا بقى يا شباب زي ما احنا شايفين يعني البتاع بشكله بصراحة بقى جميل جدا وحاجة تانية خالص. حتى هنا بصوا كده بقى مسلا ما لغت على بصوا يعني المنزر بقى حاجة تانية خالص. لما دي جي ما استغت على الاشارات لو فيه او حاجة هتلاها ظهر معاك. هنا دي مسلا. الموضوع بقى شكله جميل جدا بصراحة وشكله بقى احلى. بصراحة وشكله اشيك يعني. في حاجة بس كمان جميعا كده اخيرة يعني جميلة برضو جمالية اللي هو الشكل تحت اللي هو ده برضو كده بيعمل لك حلو وانت مشغل حاجة بس يعني لازم بس تكون مشغل الحاجة دي عن طريق برنامج اللي هو مش اي برنامج تاني. ضغط عليها هنا كده. بصوا 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 الصوت. بصوا يا جماعة تحت هنا هو انت ممكن تحكم فيها من هنا يعني انت ممكن ضغط هنا كده تجيب بقى الاغنان اللي ده الاغنان اللي قبلها الكلام ده كله من هنا يعني. فبس ابداكت حالة النهاردة او شرح النهاردة كالعاد يعني اللي عاجبتك الحلقة ما تبخلش على بلايك كومنت جميل زي كده اشترك في القناة وانت باش مشتركوا فعل زر الجرس ولازم قدامكم حالة دي دي قناة التليجرام اه تماما طبعا انتم انضموا فيها انا بننزل لك حاجات يعني بابننزلش هنا على اليوتيوب عشان سياسات اليوتيوب وكده يعني هسيبلوكو عم باطن بردو كلينك الاشتراك في القناة دي في صندوق الوصف اهتماما طبعا انتم تضموا للقناة وبس كده يا شباك سيد